بسم الله الرحيم ازايكو شباب عاملين اي اي رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض على ال job order وعشان تبقى فاهم احنا هنمشي ازاي في الحل احنا هنحل مبدئيا problems بعد كده هنحل MCQs فيلا نبدأ بال problems اول حاجة يا شباب لازم تبقى عارف ان احنا دلوقتي هنحل حاجة اسمها brief exercise يعني اي يا جماعة brief exercise هو عبارة عن مسألة صغيرة اوكي طيب تعالى نبدأ يلا باول مسألة عندنا اللي هو brief exercise number one بنقول هنا during the first year of operations يعني الشركة دي كانت اول سنة لها تشتغل الشركة راحت عملت حاجة اسمها accumulation شباب لازم تعرف ان كلمة accumulation دي بتعبر عن ان انا في مرحلة التجهيز للانتاج اللي هو مرحلة اللي انا بنزل اشتري فيها الروماتيريال وبجاهز العمال وبجاهز المصنع بتاعي يبقى انا كده عرفت ان من كلمة accumulated ان انا في مرحلة التجهيز للانتاج وكنت تعملك ورقة بالعرض كده الورقة دي فيها ملخص الانترس بتاع التجهيز كله فلو رجعت على الحتة بتاع اللي هو prefer production هتلاقي three انترس بالضبط entry للماتيريال entry للليبر و entry للمانيفاكترين هو طالب منك تسجله بصوا بقى في الانستراكشنز prepare separate journal entries for each manufacturing cost يعني الحاجات اللي حصلت فوق التلات حاجات دول بيقولك بعد اذنك سجلهم لي يلا يلا اول حاجة بيقولك ان في رو ماتيريالز اشترتها وكانت on account كانت بكم كمتها 12000 اوكي يلا نسجل الكلام ده دي اول entry هنيجي نعمله انا اشترت ماتيريال معنى الكلام ده ان الماتيريال اللي عندي في المغزن زادت والماتيريال دي قصت لما بتزيد ديبت فعشان كده بروح اسجل حاجة اسمها row materials inventory في الديبت ليه؟ عشان هي asset والاسد هنا او البضاعة اللي هنا زادت بقيمتها كام 12000 حلو انا رحت اشتريت البضاعة دي من واحد وكانت on account يعني انا علي فلوس الفلوس اللي علينا الناس بنسميها accounts paybel والaccounts paybel دي دايما بتزهر في الكريدت 12000 بروح يبقى انا كده خلصت اول تعال نخش على تاني transaction كان فيه factory labor ب6000 فاكر بنسجل factory labor ازاي في مرحلة accumulation سهلا factory labor بنجيبها في الدابت بقيمتها ب6000 طيب انا هنا في مرحلة accumulation دايما factory labor ما بدهمش فلوسهم في مرحلة التجهيز ما بديش factory labor فلوسهم بديهم فلوسهم امتا في مرحلة بتاعت الويب اللي هي مرحلة التنفيذ فدي بنسميها paybel بردو بس انا عليهم wages الاجور بتاعتهم فبنسميها wages paybel واي حاجة paybel بتيجي فين في الكريدت صحيح حلو هنا ما كانش جايب لي سيرة التاكسز ولا الكلام ده فعشان كده انا ما سجلتهاش طيب اخر transaction اللي هو طريق التسجيل manufacturing overhead on account يلا المانيفاكترينج overhead بسجلها في debit بقيمتها اللي هي الاربعتاليف طيب هي المانيفاكترينج overhead دي كانت on account يبقى هسجل في الكريدت accounts paybel باربعتاليف خلاص كده اول مسألة عندي تعال نخش على المسألة التانية هي اكبر شوية المسألة التانية هو طالب منك ان انت تشوف المعلومات اللي جاية دي قيل لك ان فيه raw material purchased ب83000 وكان فيه beginning raw materials inventory ب500 وكان فيه ending raw materials inventory ب500 الناحية التانية بتديلك معلومات اخرى ان فيه ending working process بالرقم ده وفيه manufacturing overhead كانت اميتها 36000 وكان فيه beginning working process inventory ب600 هو طالب منك هنا عشان instructions بس مش بينه طالب منك تحسب له حاجه اسمها cost of material used والحتة دي يا شباب من cost 1 من اول مرة درسنا فيها cost accounting وهقول لك حاجه هل انا مطالب باساسيات cost accounting مطالب بيها؟ هتتسئل فيها؟ اه عشان كده انا هنزل لك اساسيات cost accounting وانا already نزلت لك اول محاضرة من cost accounting هنزل لك باقي المنهج معلش عارف اساسيات cost accounting دي هتتسئل عليها في مادتين cost systems وال managerial accounting وانا عارف بقول لك ايه؟ ماشي انا جاي لك من المستقبل وانا بقول لك ان في final exam هتتسئل على اساسيات cost accounting في managerial وال cost system فعشان كده بعد اذنك ذاكره وانا هنزل لك المنهج كله على اليوتيوب اوكي؟ ماشي يا سيب ازاي احسب cost of material used ودي حاجه خدناها في cost 1 كنت ماجه اقول لك انت عشان تيجي تحسب ال direct material used هي هي cost of material used يعني انت استخدمت material بقد ايه؟ عشان تحسب انت استخدمت material بقد ايه؟ كنا بنيجي نستخدم قانون القانون ده بيقول ايه يا عمى محمد؟ اقول لك اول حاجه بتيجي تاخد beginning raw materials بتجمع عليها حاجه اسمها materials 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 purchased يعني ايه المaterials purchased المaterials اللي انت اشترتها بتطرح منها ال ending raw materials ده بيديلك ال direct material used ده قانون اللي انت بتحسب بيه cost of material used او direct material used يلا هو هنا بيديلك في السؤال كل حاجه بس هو بيفتكر ان انت ناسي اساسيات الكوست عشان كده هو بيسألك فيها طيب عشان كده هنعمل ايه؟ سهله؟ كل اللي احنا هنعمله تعويض مباشر فين ال beginning raw material ال beginning raw material اهم هو مدهالك يا عم بخمسة امتين بتجمع عليها المaterials اللي انت اشترتها اه المaterials اللي انا اشترتها هنا مدهالي بثلاثة وتمانين يبقى اكتب زائد ثلاثة وتمانين الف وباشيل منها ال ending raw material ال ending raw material يا شباب هو برضو بيدهالك جافن فين؟ بخمسة او اربعة خمسة ده plus ده minus ده هيديني ال direct material يوز امتها تلاتة وتمانين سمعمية خلاص يبخلي بالك اساسيات الكوست معنا حل السؤال ده فكرته في غاية الاهمية فارجوك ركز معايا فيه بيقولك هنا ايه؟ فيشرك اسمها بيلدر باج كامبني allocates يعني بتوزع ال overhead بتسعة bare direct labor hours خلي بالك ده يا جماعة بنسميه اساس التوزيع الشركة هنا بتوزع ال overhead based on direct labor hours اوكي وعندنا job ال job رقمها ايه؟ four five عشان فيه ناس تقولي ايه ده؟ يا جماعة ده رقم ال order اللي احنا شغالين عليه؟ ماهو كل order ليه رقم؟ طيب ال order اللي احنا شغالين عليه be required محتاج add ايه؟ قالك بص محتاج اربع boxes من ال direct material يعني ال order اللي انا شغال عليه ده هيستخدم اربع سنديق مواد خام واستكلفة السندوق الواحد ب 30 جنيه per box وال order هيستخدم add ايه؟ كم سندوق؟ اربع ماشي and employees اللي هم labor العمال اشتغلوا 20 ساعة عشان يفنشوا ال order ده وهم بيتحسبوا بالساعة ب 15 دولار بص بقى هو طالب منك ايه؟ بيقولك بعد اذنك تعرف تحسبلي ال order اللي انا شغال عليه دلوقتي هيتكلف كم؟ بص لما ييجي يقولك ال order هيتكلف كم؟ برضو دي حتة من اسيات الكوست مش احنا في الكوست اكاونتنج بنقول احنا بنستخدمه عشان نحسب تكلفة ال product ما هو ده product بتنتجه؟ يلا نعرف عشان تحسب تكلفة اي order ال order تكلفته 3 حاجات الماتيريال والليبر والوفرهد الماتيريال والليبر والوفرهد الماتيريال والليبر والوفرهد يعني هاجي اخد قيمة ال direct material used اجمع عليها ال direct labor واجمع عليها الوفرهد الفكرة كلها ان انا اعرف ال order ده استهلك ماتيريال بقد ايه يلا نحسب ال order خد اربع سنة ديه يبقى 4 boxes السندوق الواحد تكلفته ازا ماتيريال 30 يبقى كل اللي انا اعمله عشان احسب ال order ده اتكلف كله ماتيريال بقد ايه هايطلع معي هنا بكامة 120 اجمع عليها ال direct labor ال direct labor خلي بالك فيها هو مش ميديهالك جاهزة بس هو بيقولك ان العمال اشتغلوا 20 ساعة والساعة الواحدة ب 15 يبقى هاضرة ب 20 ساعة في الساعة الواحدة ب 15 دولار فده هيطلع معي هنا يا شباب ب 300 نيجي بقى الى الحتة بتاعت ال overhead ال overhead يا شباب هو ميديهالك برضو بترك هو يقولك ان ال overhead ده انا بحسبه وفقا لعدد ساعات العمال يعني هشوف عدد الساعات بتاعت العمال اللي اشتغلوها قد ايه 20 ساعة مش احنا عارفين ان هم اشتغلوا هنا 20 ساعة اه هو بيقولك ان كل ساعة هيشتغلها العمال هدفع قصادها من الناحية التانية 9 جنيه overhead يبقى ال overhead هو ربطه بايه باساس التوزيع اللي هو ايه عدد ساعات العمال فهنقول 20 ساعة في 9 دولار اللي هي قيمة ال overhead فده هيطلع معي بكام بمية وتمانية يبقى احنا تعلمنا كده حاجة مهمة ازاي نحسب ال cost او ال total cost of the job order او ال order اللي احنا نشغل عليه ده رقم اجمع التلاتة دول مع بعض هيطلع معي هنا ب600 ودي تكلفة ال order خلي بالك من الاسئلة دي عشان الناس اللي كانت بتشتكي من ال chapter ال chapter هو يعني انا بقولك سهل جدا متشلش هام ال chapter ده ال chapter اللي فيه افقار شوية هو chapter بتاع ال process costing غير كده مفيش يالله بص يا سيد قالك ان فيه شركة ماشي بتاستمت وخلي بالك السؤال ده مهم جدا 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 بتاستمت هتبقى ب600 وان ال estimated annual operating activity bases are يعني هو بيقولك ان ال activities اللي عندنا الاساس اللي احنا هنوزع عليه هو ممكن احنا نوزع بناء على ال direct labor cost او ممكن نوزع على ال direct labor hour او machine hours وبعد كده قالك ان ال manufacturing overhead cost كام ايه ده طب ما هو مديهني فوق يا حبيبي اللي مديهلك فوق دي كانت estimation لكن دي action ده اللي فوق كان توقع وده اللي حصل بالفعل احنا كنا متوقعين فوق ان احنا ندفع 600 احنا بقى دفعنا 601,000 ماشي وهو هنا كان مديلك اساس التوزيع برضه كان estimation لكن هو هنا مديلك ال actual بتاع التوزيع ماشي طب هو مديلي اكتر من حاجة اوزع عليها لا هو مديلك معلومات اكتر من حاجتك هو هيجي يقولك ايه لما تيجي توزع ال overhead وزعها لي based on direct labor hours يعني فيه حاجات كتيرة جدا في المسألة مش هنستخدمها اه انا عايزك بس تبع عارف اللي انا هقولك عليه هو مديلك هنا ايه مديلك مديلك خمتين للمانيفاكترين اوبرهد قيمة estimated وقيمة actual تيجي كده نطلع المعلومات اه القيمة ال estimated 600 والقيمة ال actual 600 واحد جميل وهو بيقولك هنا في السؤال احسب لي ال pre-determined overhead rate وقل لي ال amount of manufacturing overhead وبعد ما تحسب الحاجتين دول قل لي هو فيه ال over applied ولا under applied ال amount اه فاكر احنا خدنا كم قانون عشان نحسب المانيفاكترين overhead اول حاجة جمع بنيجي نحسب حاجة اسمها pre-determined لازم تبقى مذكر الاول لحاجات دي pre-determined overhead rate ال pre-determined overhead rate عشان تحسبه كنت بتيجي تاخد estimated overhead على estimated ايه بقى activity based خلي بالك دي تركت السؤال لما بتيجي تحسب ال pre-determined overhead rate بتقسم estimated على estimated مش هقول تاني estimated على estimated طيب ممكن تجيب لي الارقام دي هي ال estimated overhead بcamp 600 على ال allocation based او activity based استنى هو اساس التوزيع ينفع يبقى اكتر من حاجة في التوبتر ده ما ينفعش هو هنا مدي لك ان اساس التوزيع هيبقى ال direct labor hour طيب انا عندي ال direct labor hour مديها لك كاستيميشن بصف السطر التاني كده و مديها لك كاكتر انا هنا بقسم على ال estimated hours ال estimated base خلاص فين ال estimated base هو ال البيز بتاع اسمه ايه direct labor cost لا direct labor hours ساعات فين ال direct labor hours اهي ال direct labor hours كانت باربعين الف يبقى هقسم هنا على الاربعين خلي بالك دي hours hours ماشي لما بتيجي تقسم دولار على hours الناتج بيطلع دولار لكن دولار على دولار بيطلع percentage hour rate طيب فهيطلع هنا ان الساعة وقف عليك ب 15 bear direct labor hour ده اللي بنسميه predetermined overhead rate فاكر الخطوة التانية بنيجي نحسب حاجة اسمها manufacturing overhead applied بص يا شباب عشان ما تتعافش قدام كلمة applied معناها ان انت هتدرب حاجة توقع في اكيد هتدرب حاجة estimated في حاجة actual ده بنسميها applied يعني المانفاكترينج overhead applied فاكر قانونها ايه؟ بنيجي ناخد ال estimated او ال pre determined overhead rate اللي احنا حسبناه في step 1 وكلمة pre determined معناها توقع estimation بنضرب ال pre determined overhead rate شباب قلتلك كلمة applied معناها حاجة توقع في حاجة actual ايه ال actual بقى؟ بنضرب في ال actual base Actual activity base Actual activity base Actual activity base يا شباب هو هنا Activity base بتاعنا هو ال direct labor صح؟ صح Direct labor hours بس هم اديها لك في estimated ونستخدمناها في ال pre determined لا احنا هنا في المانفاكترينج overhead applied بنجيجي نستخدم ال actual base ال actual base ال actual base ماشي هتلاقي هنا ان ال actual base اهو بتسعة وثلاثين توممية ال actual direct labor hours مش احنا بنوزع بلانا على direct labor hours اه هناخد ال actual بتاعتها كانت بكام بتسعة وثلاثين اه تسعة وثلاثين توممية انا هاجي اعمل ايه؟ اضرب ال pre determined overhead rate في ال actual بتاعنا ده فده هيطلع معي هنا ب خمسمية سبعة و تسعين الف جميل فاضل اخر حاجة في السؤال ان انا احدد هو فيه over applied ولا under applied طيب عشان احدد هو فيه over applied ولا under applied باخد المانفاكترين overhead applied وقارنها بال actual ال actual ده جماع بيبقى given هو هو احنا هنا اصلا كنا كتبينه اللي هو ال 601 طيب ال applied applied يعني توقع برده estimation طيب ال applied ده انا لسه حسبه حسبته بكام؟ بخمسمية 97 شباب ازاي بنحدد over applied ولا under applied بالعقل بشوف توقعي وبقارنه بال actual انا ده توقعي توقعي كان اقل من ال actual صح؟ اه طول ما توقعي كان اقل من ال actual انت قلت اقل يبقى under applied ولا over applied under applied طيب ال under applied هو بيقولك احسب امته امته بتبقى الفرق ما بين ال applied وال actual هنطرح الرقم ده نقص الرقم ده طبعا الكبير نقصه صغير عشان ما حدش يسألني السؤال ده يعني هيتطلع باربع تاليف خلاص؟ يبقى انا عرفت ان هو under applied من اين؟ بالعقل بشوف توقعي وبقارنه بال actual حلم السؤال كان في الجون واعتقد السؤال ده هيفرق معك كتير قوي طيب لسه هنحل على نفس الافكار ده كتير ما تزهقش ماشي بريف اكسرسايز number 5 Martin company applies manufacturing overhead based on احنا بنوزع ال overhead based on direct labor hours وفيه information related للمصنع يدي لك actual manufacturing overhead ويدي لك estimated manufacturing overhead و direct labor hours incurred كلمة incurred او incurred دي بتبقى حاجة actual ما خلي بالك اكتب كده لما ييجي يقول لك ان دي incurred معناها ان الحاجة دي حصلت بالفعل وهنا بدي لك estimated بتاعتها وطالب منك تحسب ال pre-determined overhead rate بس اللي هي اول step يلا قول لي ال pre-determined overhead rate قانونه بنقسم estimation على estimation estimated ايه estimated overhead على estimated base ال base هو هنا محدولك labor hours طيب ادور هنا على estimated overhead مية خمسة واربعين الف دولار اقسمه على actual base لا على direct labor hours estimated اللي هي الخمس تلاف خلي بالك مية خمسة واربعين على الخمس تلاف دي دولار على ساعات دولار على ساعات يبقى ناتج اللي هيطلع دولار مية خمسة واربعين على خمس تلاف هيطلع تسعة وعشرين بير direct labor hours طيب كده خلصنا السؤال ده اللي بعديها اللي بعديها برضو سؤال من اساسيات ال cost يا شباب بص هنا هو طالب منك تحسب ايه ال cost of goods sold تكلفة البضع المباعة هفكره بقانون ال cost of goods sold انت عشان تحسب ال cost of goods sold بتجي تاخد حاجة اسمها beginning finished goods بتجمع عليها حاجة اسمها طيب طيب لو مش فاهم القانون ده بنستخدمه ليه ارجع شوف فيديوهات اساسيات ال cost عشان احنا بس هنا بنحل طيب ده القانون بتاع cost of goods sold اطبقه يلا بنيجي ناخد هنا هو ميدي لك هنا raw material و working process و finished goods انا هنا مش بشتغل على غير ال cost of goods sold مش بشتغل غير على ال finished goods ليه؟ لان في ال cost of goods sold انا ببيع بضاعة ينفع بيع موات خب ينفع بيع working process بضاعة لسه متشطبتش ولا ببيع finished يبقى في ال cost of goods sold انا دايما بستخدم الارقام بتاعت finished يلا هاتلي ده January 1 يبقى ده beginning عشان ده اول الشهر و ده اخر الشهر يبقى ده ending في January 1 يبقى اخد ال beginning 14 طيب ال ending ما تنساش ان ال ending دايما minus 16 الف طيب ال cost of goods manufactured هو ايلا ان في transfer ان في transfer 290 of completed goods out of working process due in January يعني دي بضاعة خلصت هنعناها ده اللي بنسميه cost of goods manufactured ده اللي تم تصنيعه يبدا اضيفه 290 الف اوكي ايبقى اقول 14 زائد 290 ناقص 16 الف يبقى ايطلع cost of goods sold 288 the following amounts were reported by the following amounts were reported by before adjusting its immaterial 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 overhead applied بصوا شباب انا عايز اتخلي بالك من الفكرة دي الفكرة دي سهلة جدا جدا فوق ما انت متخيل بس فيها فكرة الفكرة دي يمكن هنتكلم عليها in details في السميستر 2 عايزين نعرف يعني ايه immaterial amount لما اجي يقولك ان ال amount دي immaterial معناها مش مهمة ثاني immaterial معناها مش مهمة هو هنا بيقولك احسب لي compute what amount will report as a cost of goods sold after it disposes of its over applied overhead بيقولك هو بيقولك شوف cost of goods sold بكام هو مدهلك هنا 730 وعندنا رقم في cost of goods sold immaterial يعني مش مهم يعني هيتشال فكل اللي احنا هنيجي نعمله هنشيل من immaterial أو هنشيل من cost of goods sold immaterial amount اللي هو amount اللي احنا هنعرف التربية الجاي بنعمل فيها ايه يبقى خلي بالك لو هو قالك ان فيه immaterial amount شيلها من cost of goods sold وهنفهم التربية التاني ليه دي حتة كده انا حططها لك سبقى شوية just in case يعني فهيطلع الرقم كده بس بس اه during 2016 Arb company incurred كلمة incurred يا جماعة معناها ان ده actual اوعى تنسى incurred ان ده actual incurred والسؤال ده برضو حلو incurred is the following direct labor costs January اه اه بص هو هنا مديلك direct labor costs لشهرين تهر January وتهر February ومديلك pre-determined overhead rate ب120 يعني هو حسب لك pre-determined overhead rate وكان ال pre-determined overhead rate ده كان نسبة من direct labor costs يبقى ده الاساس اللي احنا بنوزع عليه وكان فيه estimated overhead لشهرين اللي هو شهر جنيوري وده فبراوري ده امته وان ال actual overhead بكام 25 لجنيوري برضو وفب 33 500 بيقول لك قولي هو احنا عندنا over applied ولا under applied لكل شهر تعال نمسك January الاول بعد كده نمسك فبراور عشان احسب فيه over applied ولا under applied لازم اقارن ما بين حكتين manufacturing overhead applied و manufacturing overhead actual حلو اجي اعمل ايه يا شباب؟ انا هنا ما عنديش overhead applied الناس بتيجي تاخد ال estimated وتعتبرها هي ال applied يا جماعة لا ال applied دي انت اللي بتحسبها بحسبها ازاي؟ يلا هو المفروض لو ال applied مش موجودة بنحسب خطوتين ال pre-determined overhead بعد كده بنحسب manufacturing overhead applied لكن هو هنا مديني ال pre-determined overhead rate اللي هو ب120 يعني اول step محسوبة طب انا مشكلتي كلها في ان انا احسب manufacturing overhead applied فاكر قانون ال applied هو ايه؟ باخد ال pre-determined overhead rate اللي هو 120 في المية بضربه pre-determined overhead rate في actual base actual base قلتلك applied estimation في actual فين ال base بقى incurred يعني actual فهاجي احنا هنا بنتكلم في January يبقى انا هاخد ال 20 ألف وهضرب في المية و 20 ما هو ده actual فالرقم هيطلع هنا ب 24 ألف طيب انا كده جبت ال applied overhead اجيب ال actual overhead لا انت مش هتجيبها انت بيبقى مدها لك given اهي 25 ألف حضرتك القارير اللي يبقى ما بين الاثنين كده وخلاص 24 ده كان التوقع بتاعي توقعي كان ال 24 واللي دفعته 25 توقعي أقل يبقى انا كده عندي حاجة اسمها under upload طب under upload بقد ايه بالفرق ما بين الاثنين اللي هو ال الف طب انا ما فهمتش قوي تعال نشوف الشهر اللي بعدين برضو لازم احسب ال upload ولازم اقارنها بال actual ال upload يا شباب ما بتبقاش given انت اللي بتحسبها بحسبها ازاي predetermined وبعد كده بحسبها هي لكن هو هنا حسب لك predetermined 120 اضربها في ال actual base ال actual base بتاع الشهر التاني 33 500 120 الف او 120 في المية في 33 500 فده هيطلع هنا عندي 36 الف عايز احسب over upload ولا under upload تعال انتوا في ال actual ال actual بتاع الشهر ده كان 30 الف خلي بالك بقى انا توقعي 36 ده توقعي دفعت 30 بس يبقى انا كان توقعي over ولا مؤفر في تقييمي صح طول ما ال upload اكبر من ال actual يبقى انا كده عندي over upload over upload بالفرق ما بينهم اللي هو في ال 6000 اللي هو الفرق ما بين ال 36 وال 30 السؤال كان كويس يلا اخر سؤال في ال prefix exercise اللي هو مسائل لحد ما صغيرة شوية ديسمبر دعين ربو بلانس الكوز جد بمتين وعشرة الفنشل جود بلانس المكان بلانس شباب احنا قلنا هنا قبل كده لما يحصل عندك ديبت ديبت بالانس ارجع للشرح قلتلك لما يبقى عندك ديبت بالانس معناها ان انت عندك انت عندك الحتة دي انا شرحتها لك طيب اعمل الادجاستنج في حالة الادجاستنج للاندر ابلايد احنا بنيجي نعمل ايه اول حاجة بنيجي نزود الكوستوف جود سولد ليه بنزود الكوستوف جود سولد يا شباب وليه الكوستوف جود سولد بتيجي في الديبت انا بزود مصاريفي ليه هزود مصاريفي عشان انا كنت متوقع انه مصاريفي برقم الرقم ده طلع مش مصبوط انا كنت مقل المصاريفي ب2800 بس اكتشفت ان انا لازم اعدل الغلطة دي انا مقل المصاريفي ب2800 يبقى لما بصلح الغلطة دي هعمل ايه هزود مصاريفي ب2800 كان عندي غلطة بصلحها الغلطة ان انا مخفض مصاريفي ب2800 طيب عشان اصلح الغلطة دي هزودها ب2800 ومصاريفي اي كوست يا جماعة هي زي الاكسبانس اللي اتنين بيجوا دابت ب2800 وبنربع من الناحية التانية منيفاكترينج اوبرهد طب على سبيل المثال لو هو كان ايه اللي هنا بدل دابت بلانس كريدت بلانس بنعكس بنجيب المانيفاكترينج اوبرهد فوق والكوست بجود سول تحت كده احنا خلصنا البريف اكسرسايزز اشتركوا في القناة